خلينا بقى نروح لخبر مهم أو مفرح كمان شواء هو وجود مفروض ثلاث لعبين من منتخب مصر في التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية اللي انتهت بيت تتويج منتخب السنغال يعني بيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه برضو أكيد بنقوله مبروك اللعبين على كل حال هم محمد صلاح نجم لافر بول محمد النيني نجم أرسنل ومحمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي أعتقد ده أمر بيدعو للفخر وقدي إيه لعبتنا بجد كتبت اسمها وحفرته في البطولة بالتعب والجهد والروح رغم أي حاجة أو رغم أي نتيجة ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه كريم ممكن تفوز ببطولة ولكن أدائك على الملعب وعلى الأرض يكون أكثر من سيء ساعتها صدقني أنت مش هتبقى مبسوط ولكن لو العملت اللي عليك وقدمت كل ما تستطيع على الأرض وشفنا الروح وشفنا المجهود والتيمورك ووووى إلى أخيره ده في الآخر لو ما توفقتش إن إحنا ما بنبقى الزعلنين كجماهير بنقول أنت عملت اللي عليك وخلاص دي كرة القدم يعني مفيش حاجة فيها برضو مضمونة فمفيش أي مشكلة بس طبعا إحنا سعداء إن يبقى من عندنا ثلاثة كمان دخلوا ضمن الأفضل في القائمة فدي حاجة أكيد سعيدة الكلام اللي أنت يقوليه كلام يعني حصل بالفعل اتحقق بالفعل مش مجرد كلام بيتقال ولا كلام إنشائي اللي نهوات دي بتكلم حضراتكم في ده حصل بالفعل ابتداء من لحظة اطلاق صفرة نهاية اللقاء اللي جامع ما بين يعني فكرة إن إحنا خلاص خسرنا البطولة وطلعنا في المركز الثاني من أول اللحظة دي لغاية دلوقتي أنا عن نفسي ما تعرضتش لأي تعليق في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي غير كلها رسائل دعم للفريق وتقدير للمجهودات اللي عملوها وعاش يا رجالة وهم دور رجالتنا يعني الكلام كان كله حلو ما فيش حد ألقى باللوم على أي حتى يعني لا جهاز فني حتى ولا لعيبة فدي برضو كانت من الأمور الملفتة للأنظار كمان يعني طبعا مفرح جدا لما نلاقي لعبتنا في التشكيل المثالي للبطولات الكبرى وكمان نلاقي حد زي الوينش وفتوح في قائمة الاحتياطي حد زي محمد عبد المنعم حد زي فتوح تحديدا طبعا عشان صغر سنهم ودي أول بطولة دولية رسمية ليهم حاجة محترمة جدا إنهم يعني يقدموا بطولة بالأداء الرجولي اللي كلنا شفناه منهم ده حاجة محترمة الروح دي هي أحسن يعني حاجة حصلت وأحسن حاجة طلعنا بيها الحقيقة من خلال هذه الأسماء اللي يمكن كتير مننا ما كانش يعرف عنهم كتير قبل ما نشوفهم في أرضية الملعب في هذه البطولة القوية